نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية أوضح المركز أنه لصحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على استمرار إتاحة صرف فارق النقاط الخاصة بالخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء حيث يتم احتساب عدد من الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة ويتم استبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بأيام بعينها مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاديب مع استقاء المعلومات كذلك من مصادرها الموسوقة